في هذه الجولة والقراءة المتجددة مع حضراتكم في الصحافة العالمية والعربية أرحب ابتداءا بضيفنا من القاهرة الأساز محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر ومن غزة التحية موصولة للدكتور مخيمر أبو سعدة الكاتب والمحلل السياسي في جولة اليوم نتابع هذه العنوين التايمز تقدم أدلة على استخدام أردوغان للفسفور الأبيض في سوريا ناشنال بيزنس رئيس أكبر بنك لبناني يقدم حل للأزمة الاقتصادية في البلاد في صحيفة لبراسيو تقول إن الانقسام بين الكاتلونيين بات عميقا صحيفة التايمز نشرت تحقيقا لأنتوني لويد من الحسكة في سوريا بعنوان أدلة استخدام الفسفور تتزايد ضد أردوغان يقول الكاتب إن الألم الذي شعر به علي الذي يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما وكان من المقاتلين الأكراد لم يكن ناجما عن ذراعه المبتور والذي لم يتبق منه إلا جزء صغير متصل بالكتف فالمورفين خضر الألم في هذا الجزء من جسده ولكن ما كان يؤلمه كانت الحروق المروعة على ظهره وخصره والتي كانت حائلة اللون وتنبعث منها رائحة مادة كيميائية نبدأ فهم قراءة هذا التحقيق الميداني مع الأستاذ محمد أمين من القاهرة أستاذ محمد طبقا هذا التحقيق الميداني الذي أجراه أنتوني لويد في التايمز فإن الأدلة بشكل أو بآخر تتزايد على استخدام أردوغان لمادة الفوسفور الأبيض في قتاله ضد السوريين حتى أن هناك منظمات أممية تحدثت عن أنها تتابع باهتمام هذا الأمر وأنها تجمع الأدلة في هذا الإطار كيف طلعت هذا الخبر إن كان صحيحا؟ أولا التجاوزات التركية ضد الشعب السوري ضد شمال سوريا لا تتوقف عند استخدام أسلحة محظورة دوليا كالفوسفور الأبيض إنما هناك تجاوزات كثيرة جدا وما حدث هو إظهار لصورة أعتقد كان من الضروري على المجتمع الدولي ومنظمات التي تتحدث عن حقوق الإنسان أن تنظر إلى هذه الصورة الحقيقية من أرض الواقع هذه التجاوزات لم نجد إدانة حقيقية لها من منظمة مثل المنظمة الأمريكية هيومن رايتس ووتش التي تطالعنا دائما بتقارير عن عدد من الدول العربية والتجاوزات بالنسبة لحقوق الإنسان أين هذه المنظمة؟ لم نجدها ضمن هذا التقرير أين منظمة العفو الدولية؟ حينما قام أردوغان باستهداف المدنيين في شمال سوريا أعتقد أنها لم تطالعنا منظمة العفو الدولية بأي تقارير عن هذا الأمر أين الأعضاء الذين تتحدث عن أنهم يقدمون لها تقارير من أرض الواقع إذن المجتمع الدولي ينظر إلى ما يحدث في شمال سوريا وما يقوم به أردوغان من تجاوزات في شمال سوريا وكأنه ينظر إلى مسرحية تتحرك عناصرها على خشبة المسرح دون حتى أن يكون له ردة فعل على هذه التجاوزات ما ذكرته الصحيفة من استخدام لأسلحة محرمة دوليا أعتقد أنه كان يستلزم على المجتمع الدولي أن يكون له وقفة حقيقية ضد الرئيس التركي ولكن ما أظن أنه الدعم الذي تتلقاه تركيا بشكل أو بآخر من القوى الدولية في هذا الأمر أو في هذه الحرب التي شمعها على شمال سوريا هو السبب الحقيقي وراء ما يحدث من رد فعل سلبي من المجتمع الدولي على هذه التجاوزات الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث حاليا عن أنها ستقوم بسحب قواتها مع بريطانيا إلى شمال العراق ولم تتحدث عن ولم تطالعنا بما حدث أو ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه العناصر الإرهابية التي استهدفتها العمليات العسكرية من تركيا من الجيش التركي وأطلقت صراحة هذه الأعداد الضخمة التي خرجت من السجون في شمال سوريا إلى أين ذهبت كيف تحركت لم يتحدث أحد حتى التقارير التي تصدر من هناك لم يتحدث عنها أحد ولم نجد بيان دقيق بخطة التحركات إذن هذه العناصر باتت ليست الفوسفور الأبيض فقط هو التجاوز ولكن هذه العناصر باتت قنابل حقيقية تهدد المنطقة بأكمالها يعني إن صح التعبير ويكون أكثر دقة هذه القنابل أعتقد أنها ستتوجه إلى دول في هذه المنطقة العربية وأيضا في أوروبا على ذكر القنابل كأنك تقرأ ما سنتحدث عنه لأننا في نفس القضية حول نفس القضية لكن من زاوية أخرى حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من طموحات أردوغان في المنطقة وأشارت إلى أن أردوغان لديه طموح أبعد من سوريا كما يريد تطوير أسلحة نووية بشكل سري ولديه برامج سرية في هذا الجانب وهو ما يهدد استقرار المنطقة وعبرت الصحيفة عن مخاوف أمريكية حقيقية من وجود قنابل أمريكية في قاعدة إنجرليك التركية دكتور مخيمر أبو سعد ضيفنا في غزة هذه زاوية أخرى مختلفة تتحدث عنها نيويورك تايمز هل فعلا يسعى أردوغان لامتلاق قنبلة نووية كما تقول الصحيفة وفي أي إطار إن صحت هذه الأخبار يمكن أن تفهمها في ظل متغيرات الموقف في المنطقة مساء الخير يعني في البداية دعني أقول بأنه لا يمكن لصحيفة مثل صحيفة نيويورك تايمز وهي صحيفة معروفة ومشهورة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أن تخاطر بمصداقيتها وأن تطرح هذا الموضوع لو لا أنه لديها أدلة ولديها يعني بعض العوامل التي تجعلنا نصدق بأنه هناك ما يفيد برغبات وطموحات تركيا النووية ودعني أشير هنا إلى مجموعة من الملاحظات الملاحظة الأولى أن أردوغان والذي وصل إلى الحكم في العام 2002 وحزب العدالة والتنمية واضح أنه متمسك جدا أولا بكرسي الحكم وثانيا لديه طموحات إقليمية خاصة في ظل الطموحات الأخرى لدول مثل إيران وإسرائيل في المنطقة والتي باتت تشكل تهديد في بعض الأحيان لمصالح وطموحات تركيا الإقليمية ثانيا وهو مرضوع مرتبط بالموضوع الأول وهو قيام تركيا بشن عملية عسكرية على منطقة شمال شرق سوريا من الواضح بأن تركيا لا تستهدف فقط الأكراد وإنما يبدو أن هناك طموحات تركية إقليمية لها علاقة باحتلال جزء من شمال سوريا وما أضافت الصحيفة نيويورك تامس في هذا الموضوع تقول بأن هناك تعاون روسي تركي في موضوع إنشاء سلاح أو برنامج نووي تركي وحتى اللحظة من المعروف بأن هناك برنامج نووي تركي لتوليد الطاقة الكهربائية وهو برنامج نووي ولكن هناك تحوفات من أن رواسب هذا البرنامج قد تؤدي إلى حصول تركيا على قنبل نووية سأضيف إلى حضرتك معلومة دكتور ملخمر وانتقل بها الأستاذ محمد أمين والمعلومة من الصحيفة أيضا الصحيفة بتقول بالنص إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من منع أردوغان من غزو أراضي حلفاء أمريكا من الأكراد فهي تتساءل كيف يمكن أن تمنعه من صنع سلاح نووي وتقليد إيران في جمع التكنولوجيا للقيام بذلك أستاذ محمد يعني هنا ربط الاستدعاء المشهد الإيراني حين الحديث عن تركيا وهذا المشروع لامتلاك سلاح نووي كيف تقرأه يعني أنا يعني دعني في النقطة الخاصة بنشر الصحيفة عن محاولة النظام التركي امتلاك أسلحة نووية أعتقد أن مسرح العمليات في المنطقة يعني الحديث فيه عن استخدام سلاح نووي هو مجرد فزاعة ليس أكثر لسبب مهم جدا أن دائرة التحرك أو مسرح التحرك للعمليات العسكرية سيد محمد إشارة هنا ليس استخدام في هذه المعركة الآن لكن هو إشارة أنه مشروع موجود لدى الأتراك يعني فقط هم يتحدثون عن هذا المشروع يعني حتى أنا أيضا أقصد الحديث عن المشروع نفسه في حد ذاته تركيا إذا كانت أو إذا كان الحديث عن محاولة امتلاك تركيا لسلاح نووي هذا الأمر يتم استخدامه ليكون أحد أدوات الضغط كما يحدث في إيران أعتقد هذا الأمر يعني لن يكون له تواجد على أرض الواقع لسبب مهم جدا تركيا بتعد أحد أدوات حلف الناتو أحد الأدوات الأمريكية التي تستخدمها في هذه المنطقة إن ظهر على السطح خلاف ما بين نظام التركي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية إنما الواقع يؤكد غير ذلك والدليل كما ذكرت لحضرتكم منذ قليل هو كيف تم الاتفاق بعيدا عن وسائل الإعلام وكيف تم التحرك لإخراج عناصر داعش الإرهابية من سجون شمال سوريا وأيضا سبق هذا الأمر كان تصريح للرئيس الأمريكي بأنه من الضروري أن يتم التخلص من العناصر الإرهابية الموجودة في هذه السجون لأنها مكلفة جدا إذن الحديث عن امتلاك تركيا لسلاح نووي هو مجرد حتى هنا أشكر زميلي ولكن أختلف معه في النقطة الخاصة بأن نيويورك تاينز لديها مصادرها من هذا الأمر أعتقد أنه ليس سوى مجرد مادة إعلامية ليس أكثر تركيا لن تستهدف أن يكون لديها سلاح نووي لأنها تدرك تماما أن وجود سلاح نووي في هذه المنطقة سيشعل الأمر وسوف تتأثر هي أيضا سلبا ولن يتركها الاتحاد الأوروبي لامتلاك هذا السلاح خصوصا الاتحاد الأوروبي يدرك تماما خطورة امتلاك أي دولة من دول الجوار لهذا السلاح النووي وصلت الفكرة ابقى معي أستاذ محمد تفضل بالبقاء معي دكتور مخيمر بعد فاصل قصير سوف نتحدث عن الأزمة اللبنانية بين السياسي والاقتصادي في عنوين هذه الأزمة أهلا بحضراتكم من جديد نتابع القراءة والتحليل مرة أخرى في الصفحة الأولى حيث تحدث أكبر مسؤول في بنك بلوم هو أكبر بنك لبناني من حيث الأصول عن حل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وتسببت في اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد وقال رئيس مجلس إدارة البنك سعد الأزهري في مقابلة مع صحيفة ناشنال بيزنس الإماراتية الناطقة بالإنجليزية إن الحكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التوازن في الاقتصاد بما يخرج البلاد من أزمتها الحالية لكن وفق شروط معينة مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية يمكن أن تكون مؤلمة بشكل جزئي لكن الإصلاحات فيها تستحق العناء نظرا للآثار التي ستتركها على المدى البعيد دكتور مخيمر ضيفنا من غزة حين الحديث عن أسباب الأزمة الآن في لبنان نسمع بعض الأسباب الاقتصادية وأخرى سياسية والواقع هي مختلطة ببعضها البعض السؤال هنا بشكل واضح ومباشر ووفقا لما طرحناه في هذه القراءة هل هذا التوقيت ملائم لفرض إصلاحات اقتصادية قد تكون مؤلمة كما جاء في وصف المصرفي اللبناني المعروف أم أنه ليس من هذا بد وبالتالي لابد من اذهب إلى هذا الطريق لا أنا من وجهة نظري أنه لابد من تقديم مجموعة من الإصلاحات من أجل تهدئة الشارع اللبناني من الواضح بأن المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان على مدار أسبوع الآن لا يمكن وقفها بدون قيام الحكومة بمجموعة من الإصلاحات خاصة وأن هناك أزمة اقتصادية باتت مزمنة في لبنان منذ سنوات وهي أزمة يعني كمان لها أبعاد سياسية خاصة وأن الحكومة اللبنانية الحالية جاءت بعد فراغ حكومي مر عليه تقريبا عام وبعد فراغ حتى في منصب الرئاسة ويبدو بسبب التجاذبات السياسية الطائفية في لبنان ومن المعروف اقتصاديا بأن لبنان مثلا هو دولة لديها ثالث أكبر مديونية على مستوى العالم وهذه المديونية تصل إلى 150% من الدخل القومي اللبناني ومديونية لبنان تقدر بحوالي 86 مليار دولار ولذلك لا بد من القيام بمجموعة من الإصلاحات والتي يبدو حتى اللحظة أن الحكومة استطاعت أن تنجح حسب التقارير الواردة من لبنان بالموافقة على كثير من البنود التي طرحها رئيس الوزراء الشيخ سعد الحريري وفي مقدمتها تخفيض الضرائب ورفع الضرائب على المصارف والتأمين وتخفيض رواتب الوزراء بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإصلاحات من تظاهرات ومظاهرات لبنان إلى منطقة أخرى أصبحت ملتهبة إلى كتالونيا وهذه تظاهرات المنتشرة والموجودة منذ عدة أيام في إقليم كتالونيا صحيفة لبراسيون الفرنسية تطرقت إلى هذا الموضوع موضوع تظاهرات الانفصاليين في إقليم كتالونيا ضد الحكومة الإسبانية فمنذ الإعلان عن الحكم الذي يدين تسعة من قادة الانفصاليين بعقوبات صارمة أصبحت مدينة بارشلونة مصرحا لمظاهرات تميزت بالصدمات وتعبر عن الشعور بالإحباط وسوء الفهم المتزايد بين الانفصاليين ومؤيدي البقاء تحت سلطة الحكومة الإسبانية ونقلت لبراسيون عن شرطي إسباني أن الشباب الانفصاليين لديهم الاستعداد لمواجهة القوات الأمنية في محاولة منهم لإلحاق الأذى بعناصر الشرطة سيد محمد أمين طبقا لصحيفة لبراسيون هل وصلت الأمور بين الكتالونيين من جهة والحكومة المركزية إلى طريق مسدود ثم كيف تعتقد تأثير هذا على مصار الاتحاد الأوروبي الذي يعاني في هذا التوقيت من بريكزيت بالأساس وهي خطة كتالونيا جزء من مسألة محاولة التفتيت التي يحاول الاتحاد الأوروبي البعد عنها بأي شكل من الأشكال هذه الأزمة الموجودة في إقليم كتالونيا أعتقد أنها منذ فترة حدث فيها حالة هدوء ثم بدأت تتجدد مرة أخرى أعتقد أن الأمر يمثل أحد التحديات التي تواجه الدولة الأسبانية وأيضا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ما زال يعاني من أزمات في عدة دول محاولة بعض المناطق للانفصال وإشعال الأزمات من منطقة إلى أخرى أعتقد أن هذا الملف يعتبر من أهم الملفات التي تواجه أسبانيا وبروكسل في نفس الوقت لأن على الاتحاد الأوروبي أن يجد مخرج حقيقي خصوصا أن دعم استمرار بعض العناصر من المتظاهرين بالمواجهات مع القوى الأمنية وارتفاع حدة المواجهات هذا يجعلنا ننتظر المشهد مختلف عما يتوقعه البعض من أنه من الممكن أن يصل أو يتم الوصول إلى حل الاتفاق حقيقي وعدم انقسام الإقليم ولكن شدة الوضع في الصدام في الفترة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة أعتقد أنه يتم بوجود الإقليم يقترب بشكل حقيقي من الانفصال بالكامل شكرا أن أستاذ محمد الأمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر ضيفنا من القاهرة ومن غزة أشكر دكتور مخيمة أبو سعدة الكاتب والمحل الأسياسي والشكر الموصول لحضراتكم ابقوا دوما في أمان الله وإلى اللقاء